في سؤاله الآخر يقول ما حكم عمل المرأة خارج بيتها وإذا كان الجواب لا فهل الضرورة تجيز أن تعمل إذا كان زوجها ضعيفة دخل جدا عمل المرأة خارج بيتها إذا دعت إليه حاجة وسلمت من مخالطة الرجال وسلمت من الفتنة فلا بأس به بقدر الحاجة ما زال النساء والمسلمين يعملنا في المزارع وفي قاعد المواشي وفي حاجاتهن وفراء حوائجهن من الأسواق لأن الحاجة تبعو إلى ذلك لكن مع الاحتشام وتجنب الاختلاق وترك المغازلة والكلام الذي فيه فتنة مع الرجال قاله جل وعلا قال لنساء نبيه رضي الله تعالى عنهن وهن القدوة لغيرهن من المسلمات وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وضوع بالقول هو كلام الذي يطمع أصحاب الفتنة بالمرأة هو الكلام الذي لا حاجة إليه أما الكلام الذي تحتاج إليه للمفاهمة وتكون محتشمة ومتحجبة وغير مختلطة بالرجال فلا بأس به بقدر الحاجة كذلك الخروج أدري الحاجة مع الاحتشام ومع اعتزال الخلطة بين الرجال والنساء وأن يكون هذا العمل من العمل اللايق بالمرأة من أعمال النساء لا يكون من أعمال الرجال بل يكون من أعمال النساء اللايقة بهن نعم نعم